من طرابلس ينضم إلينا مرسلنا إبراهيم العبدالي إبراهيم أهلا بك كيف قوبلت هذه الدعوة دعوة المبعوثة الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للجنة المعروفة بستة زائد ستة تحدث عن موضوع الدعم ما شكل هذا الدعم أيضا إبراهيم نعم أحمد بحسب هذه التغريدات فإن هو الدعم فني فقط يعني فني ولوجستي من خلال توفير خبراء لمساعدة هذه اللجنة هو أحمد بشكل عام يعني هناك موقف غير واضح أو هناك ضبابية نوعا ما في المشهد السياسي في ليبيا في أواخر فبراير الماضي قدم باتيلي إحطاته أمام مجلس الأمن تحدث عن تشكيل لجنة توجيهية هذه اللجنة ستقوم بإعداد الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية وذلك يعني ربما التخلي عن مجلسي النواب والدولة من خلال هذه اللجنة ثم شاهدنا موقفا آخر من البعثة وهو دعم التوافق الذي حدث ما بين المجلسين في التعديل الدستوري الثالث عشر والذي تم رغم الخلافات سواء في مجلس النواب أو مجلس الدولة هذا التعديل نتج عنه لجنة ستة زائد ستة ستة من كل مجلس هذه اللجنة ستعمل على إعداد الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية الآن نشاهد من عبدالله باتيلي تأييد لهذا العمل ولم نسمع أي تصريحات جديدة أو أي تحركات واضحة حول ما قدمه في إحطته أمام مجلس الأمن من تشكيل لجنة توجيهية لإعداد الإطار الدستوري فالموقف بشكل عام غير واضح أيضا في مؤتمر صحفي في مارس الماضي تحدث عبدالله باتيلي عن ضرورة إعداد أو أن يتم وضع خارطة طريق واضحة قبل منتصف يونيو القادم يتم على أساسها إعداد أو يتم على أساسها تحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات خلال هذا العام وإلى الآن اللجنة اجتمعت مرة واحدة فقط والاجتماع يعتبر ربما في إطار اجتماع تقابلي أو اجتماع تنظيمي لعمل هذه اللجنة ولم نعلم كيف سوف يتم العمل في هذه اللجنة أو كيف ستتم هذه الاجتماعات أيضا من جانب آخر أحمد هذه اللجنة ستواجه ذات الإشكاليات التي واجهتها لجنة المسار الدستوري والتي كانت ما بين المجلسين وهما إشكالية ترشح العسكريين وكذلك مزدوجي الجنسية هتين المشكلتين حتى الآن ورغم كل الحوارات السياسية التي تجري محليا والتي يشارك في أغلبها أيضا عبدالله باتيلي اللاجنة هو أن هناك أي تطور في هذا الأمن هناك جلسة بعد أيام لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كيف ينعكس هذا هل هناك من أي تفاؤل في ليبيا بموضوع الانتخابات المسار الانتخابي أيضا العملية السياسية تقريب وجهات النظر بالنسبة إلى الفرقاء الليبيين نعم أحمد هذا حقيقة مما نراه من الأوساط السياسية وخلال لقاءاتنا مع الكثير من السياسيين هنا مبدئيا أو في أواخر فبراير الماضي وفي بداية مارس كان هناك تفاؤل كبير بأن تنجح البعثة الأممية في إجراء الانتخابات خلال هذا العام وذلك عبر الخطة التي أعلن عنها باتيلي أو المبادرة وهي إعداد لجنة توجيهية لإجراء الانتخابات ولكن الآن هناك حقيقة عدم تفاؤل بأن يتم إجراء الانتخابات خلال هذا العام وأيضا هناك تخوف من أن يكون هناك ربما موقف روسي حقيقة مضاد لما تقوم به البعثة الأممية في ليبيا وخاصة أن هناك دعم غربي واضح أمريكي وغربي لدور البعثة لإجراء الانتخابات وأيضا الهدف الرئيسي من ذلك وهو إخراج قوات فاغمر الموجودة في ليبيا هناك كراءات سياسية حقيقة تتخوف من أن يكون هناك موقف روسي قد يعرك العمل البعثة الأممية وما قد يؤثر سلبا على مسألة إجراء الانتخابات خلال هذا العام من طرابلس مراسلنا إبراهيم العبدالي شكرا جزيلا لك إبراهيم ترجمة نانسي قنقر